في البلد الذي يستهدف فيه منزل رئيس الحكومة بطائرة مسيرة ويقال فيه رئيس البرلمان بكل سهولة ولا يستطيع أي مسؤول أن يزور منطقة تحكمها الميليشيات مثل جرف الصخر في بلد هذا واقعه يخرج زعيم ميليشيا بدرهاد العامري ليتحدث عن العدالة السياسية متغنيا بالجو الديمقراطي العام في العراق أنا أقول لازم يصير استقرار السياسي وهذا الاستقرار السياسي يعبر القضية الطاعفية ويعبر القضية العرقية يجب أن تكون قوة سياسية سنية شيعية كردية متفقة نعم خلص التنافس في البرامج هذا العامري الذي قاتل في صفوف إيران ضد الجيش العراقي سابقا يواصل إدهاش المستمعين بحديثه عن بناء العراق وإعادة دوره الريادي في المنطقة يجب أن نفكر تفكير جدي في كيف نبني العراق في كيف إعادة العراق إلى موقع تاريخي الكبير ومؤثر في المنطقة حديث العامري عن العدالة السياسية التي دفعت كل المكونات للمشاركة في العملية السياسية يكذبه العامري نفسه عندما أقر بأنهم هم من جاءوا برئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي ومنحوه المنصب وفي تشبيه العامري دولة الميليشيات لديه بأمريكا مدعيا أن أمريكا أسستها ميليشيات إمعان في الانفصال عن الواقع ونموذج واضح لنوعية الطبقة السياسية التي تحكم العراق العامري ليس سوى مثال حي يرى من خلاله المتابعون كيف أن قادة المنظومة الحاكمة يأخذون دور المصاب بالانفصام عندما يناقشون قضية مهمة اشتركوا في القناة